انت رايح فين تسلب التليفون انت فين دلوقتي انت كذا لما يقلقوا عليه بزيادة لحد ما ايه ما خرجنا للدنيا واحنا حاسين بلا هشاشة لاننا مش قادرين نتعامل مع الناس والحياة على فكرة حتى لو الاهل المرسوا ده ورسوا بعض الاخطاء في تربيت لكن هل من العدل والانصاف ان احنا نحمل ومزن بكل مشاكلنا في الحياة طب وانت كنت فين لما كان ده بيتلاقى فيك وعلى فكرة فيه ناس تاني غيرك يتعرضوا لده ولذلك احنا لازم بشكل محترم جدا 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 لما نيجي نلتمس الاعذار من نلتمس الاعذار للغرب اولى الناس بالامانات وبالصداقات وبالاتماس الاعذار اهلنا مش جايز دي كانت طريقة عودتنا وطريقة تغلبنا على النفس الامار بالسوق بس نحن ما معرفناش ليه بنمارس التبريل لسلوكنا نبرر كسنة وعدم تحملنا للمسئولية ولا تحمل مسئولية ان احنا نغير زواتنا ولا نقدر نكون احسن بل الانسان على نفسه بصير ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل الى بمعد الموت لكن مش ينف الكيس هو من دان اهله لا الكيس من دان نفسه انه هو بيوقف من نفسه ويعمل ايه ويحاسب نفسه على انه هو مسئول عن تغيير حياته الى افضل حال وهو حاسس بالمدد كل انه مده هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك يبقى انت لازم تعرف ان انت عندك مدد فتستمر مع الله سبحانه وتعالى واوقات بعض الابناء بيمرسوا حاجة في غاية السخافة ابتزاز عاطفي خفي بيوجع قلوب الاهل اوي 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 لما يجي الابن مع ابوه وامه ويحسسه انه هو مش هيديهم الاحساس بالانتماء اليهم ولا الوداد لانهم مش على مزاجه او مش على هواه او مش في المستوى اللي هو بيحبه ولانهم في نظره سبب اوجاعه في الحياة او يتعاملوا بطريقة حق وحقك تديني حقي اديك حقك وديك حقك اللي كان زمان ازاي ما عرفش بس انت ظلمتني انت ظلمتني وخلاص ما تجيش بقى تطلب مني حاجة دلوقتي على فكرة ده ظلم ده ظلم ايها الابناء في قلوب اهالي بتقن من الاحساس بالوحشة والوحدة والاشتياق لأولادها حتى لو كانوا عايشين في نفس البيت الاشتياق لسؤال عن حالهم الاشتياق لحضن من غير سبب الاشتياق لبسمة فيها رضا الاشتياق لقبول اعتذارهم حتى يا سيدي واحد خلاص حس وفهم فعايز يعتذر لأولاده وأولاده ميه خليينه يعيني حاسس ان هو لازم يتعدم فبيعدموه في كل يوم او بيلعنوه حتى لو مات في اهالي بتستني اللحظة اللي هتوصل فيها البيت عشان يتونسه بحسك وايه؟ وحضرت النبي قالك وإن لأهلك عليك حقا فاعطي لكل ذي حق حقا الجفاء ده اول ما بيصيب بيصيب قلبك انت بالاسوة والجفاء والجفوة والفراغ وفقدان الطعم ومعنى الحياة ابوك وامك بزلوا وما في وسعوهم عشان يخلوك احسن ناس ايه وعا تقول انت بتتكلم على مين؟ انا بتكلم على فئة كبيرة ما بتكلمش على الناس اللي كان ازاهم تسبب سببه ان هم ناس مش طبيعيين او ناس مش ناش مرضى انا بتكلم على الناس اللي كان دهو مستوى وعيهم هم عملوا في وجهة نظرهم ان كان هيخليك احسن منهم اه صحيح ممكن يكونوا ما ادروش ما اقدموش ليك اللي انت كنت ولا ما اقدروش يقدموه لك اللي انت كنت شايفه افضل بس ده كان على حد علموهم ومطقتهم لذلك الاحسان للاباء ده احد اهم اختبارات المكتزان في الحياة ابوك وامك بابك لجنة بابك لجنة الدنيا جاب لجنة الاخر ما تحرمش نفسك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصبح ووالده عنه راضيان الا كان له بابان من الجنة وان كان واحدا فواحدا وما من مسلم يصبح ووالده عليه صاخطا الا كان له بابان من النار وان كان واحدا فواحد طب نعمل ايه بقى تعالوا بقى بسرعة نقول شوية اجراءات عشان نحرر نفسنا من اوجاع السخط على الاهل انا بكلم الابناء دلوقتي ان انت تعيد قراءة الماضي تعيد قراءة الماضي قراءة متزنة بحكمة ورحمة بيك وبيهم مش يمكن كتير من المواقف اللي انت سمتها رفض واللي انت سمتها طرد واللي انت سمتها خزلان ما كانتش في الحقيقة لا رفض ولا خزلان لكن كان حرص عليك من وجهة نظرهم فمثلا في ناس لما اهليهم كانوا بيشدوا عليهم علشان يعملوا اعلى درجة من درجات النجاح اتعاملوا مع ده انه هو حافز مش رفض في ناس عملوا كده وخدوا من ده حافز وعاشوا افضل الحياة وقالوا شكرا ان انتوا كنتوا بتشدوا علينا عشان ده خلانا نبقى جدين ونبقى رجالة ونبقى صامدين ونقدر نتعامل مع الحياة الاجراء التاني ان احنا نقبل ونتعاطف نقبل ونتعاطف مع ابقنا وخرجوا اجمل ما فيهم ساعات كتير من الاهالي بيبقى جواهم حاجات حلوة مش عارفين يخرجوها لانهم مكسفين مننا وخايفين مننا وفيه ضغوط حياة كتيرة بتخليهم ما يقدروش يعملوا ده وبينسوا الحلو اللي جواهم لو انك انت اخرجت لهم الحلو اللي جواهم هيفضلوا ممتنين ويفضلوا سعداء ويا ما اهالي اباؤه امهات اولادهم خرجوا الحلو اللي فيهم ففرحوا سعدوا وبقى اولادهم دولا احلى حاجة في حياته